سلام عليكم أعزائي الطلبة قبل ما أحكي مين أنا قبل ما أحكي عن الحصة قبل ما أحكي عن اسم الدرس درس اليوم على قدمه سهل على قدمه مهم يعني فيك تعتبر تأسيسك للعاشر للأول ثانوي وللتوجيه فمعكم أناس خليل من منصة دراستك التعليمية واليوم رح يكون درسنا عن النسب المثلثية صرنا تقريبا تلت دروس عم نتعامل مع المثلثات الآن بدنا نتعامل معها بشكل مختلف اللي هي كيف أطلع علاقة بين النسب أو الأضلاع لأي مثلث والزوايا الموجودة فيه فعندي النسب المثلثية الآتية اللي بدي أتعامل معها قبل كل هذا بدي أتطلع على المثلث اللي أمامي أول إشي دايما رح نتعامل بهذا الدرس مع مثلث قائم الزاوية يعني فيه زاوية تسعين فيه زاوية قائمة زاوية تسعين هاي أول شغلة هاي الزاوية القائمة فيه غيرها كمان زاويتين فلنفرض الزاوية إيه طبعا إذا بنطبق على الزاوية إيه رح ينطبق على الزاوية الثاني اللي هي بيه بس هسا بدنا نطرح الفكرة على الزاوية إيه بدنا نحط هون بني آدم عند الزاوية إيه خليه مبتسم هذا البني آدم اللي هو عند هاي الزاوية لو اطلع بشكل مقابل إيه رح يشوف الضلع إيه فالضلع إيه هون اسمه المقابل المقابل لمين المقابل للزاوية الضلع سي هو أطول ضلع في المثلث قائم الزاوية واسمه وتر دائما 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 أطول ضلع في المثلث قائم الزاوية اسمه وتر ما إلو اسم ثاني فشو ضل عندي؟ ضل عندي الضلع المجاور للزاوية إيه جنبها جارها فهذا من سميه المجاور فهي الزاوية اللي هي الزاوية إيه في إلها نسب مثلثية أول نسبة اسمها ساين اللي هي الجيب وقانونها المقابل على الوطر يعني A على C النسبة الثانية اللي هي الكوساين أو الجتة أو جيب التمام قانونها المجاور على الوطر اللي هي B على C والنسبة الثالثة اللي هي التان قانونها المقابل على المجاور التان أو الظل أو ظل التمام زي ما بدك تسميه سميه المقابل على الوطر اللي هو A على B طبعاً بقدر أساوي التان بالساين للأ على كوساين للأ برضو هذا قانون آخر للتان غير المقابل على المجاور بتقدر تحسب التان من خلال الساين وتقسمه على الكوساين هذا بالنسبة لهي النسب المثلثية طبعاً هاي النسب المثلثية رح تختلف من ناحية الرموز لو اطلعنا على الزاوية B صار الزاوية B شو مقابلها B بس الوطر هوه ما حيضغير فإذا اللي بدي أخليه ببالي الوطر دائماً موجود وين بالمقام بالنسبة للساين والكوساين ومش موجود بالتان لأنه بكون فيه بس مقابل على مجاور طيب لو بدنا نطبق على هاي القوانين بشكل أكثر أو بشكل أكبر شوف هذا السؤال قمدي أحكي نشوف هذا المثلث شوف هذا السؤال أجد قيم النسب المثلثية الثلاث للزاوية A في كل مما يأتي تاركاً إجابتي في صورة كسر يعني من الآخر يا أبو الحبايب هون بالسؤال مش طالب مني أحول الكسور لفاصة عشرية لا بدو يعني أخليها على صورة كسر وما أعمل أكثر من هيك نبدأ نحكي بالزاوية A بالمثلث الأول قبل ما تحسب أي زاوية أو قبل ما تحسب أي نسبة مثلثية حدد وين المقابل وين المجاور وين الوطر المقابل لإيه اللي هو الثلاث المجاور لإيه اللي هي الأربعة طب الوطر مجهول اوجده طلعه احسبه شو بساوي حسب نظرية في تغورس الثلاثة تربيع زائد الأربعة تربيع بساوي الوطر تربيع خلينا نفرضه X X تربيع يعني 9 زائد ال16 بتساوي X تربيع يعني 25 بتساوي X تربيع خد الجذر التربيعي للطرفين طبعا لما تأخذ الجذر التربيعي للطرفين تطلع عنها قيمة الجذر موجبة وسالبة بس نحن رح ناخد الموجبة لأنه مسافة والمسافة دايما بالموجبة فبالنهاية X تساوي 5 فإذا شو بحط محل الـ X بحط خمسة هسا نحسب النسب الموثلاتين اللي هي الساين والكوساين والتاني نبدأ بساين الأي بتساوي كوساين الأي بتساوي تاني الأي بتساوي الساين والكوساين حكينا مقامهم دايما الوطر اللي هو الخمسة طيب الساين شو بكم بالبص في المقابل اللي هو الثلاث الكوساين بكون المجاور اللي هو الأربعة والتان المقابل على المجاور يعني ثلاثة على أربعة خلصنا من أول إيش مثلث المثلث الثاني نفس الفكرة بس هون المجهول مين للزاوية إيه خلينا نشوف الزاوية إيه أول إيش حكينا حدد وين مقابلها وين مجاورها وين الوطر مقابل إيه اللي هو الخمسة المجاور هايه هون حطيت عليه دائرة مجهول الوطر 13 كيف بدي أحسب المجاور خلي إكس فبحكي إكس تربيع زائد خمسة تربية تساوي الوطر تربيع اللي هو 13 تربيع إكس تربيع زائد الخمسة وعشرين تساوي المية وتسعة وستين إكس تربيع تساوي مية وتسعة وستين ماقص الخمسة وعشرين يعني اكس تربيع تساوي 169 ناقص 229 ناقص 5 4 6 ناقص 2 4 الواحد تنزل خد الجذر التربيعي للطرفين وحكينا باخد بس القيمة الموجبة لانه مسافة فبطلع اكس بتساوي 12 يعني بشيل الاكس من هون وبحط محلها ايش بحط محلها 12 فانا اهيك حسبت قيمة المجهول طلعت كل الاضلاع اللي بحتاجها بالمثلث هس شو بعمل هس بحسب النسب المثلثين طب بمسك الجلم بحط على اللون الاسود بحكي ساين الا تساوي كسر كوساين الا تساوي كسر تاني الا تساوي كسر الله يقبل ما نكمل الصراحة شو الفرق بين الطالب اللي بطلع معه الجواب دايما صح لآخر نفس لآخر خطوة والطالب اللي نص صح نص غلط فيه مشاكل الفرق مش شطارة بالمخلق الفرق هو الترتيب بالحل انت امشي على نمط معين بترتيب معين بالحل ما بتخربط خلص بتكون مرتاح وانت مرتب الافكار كلها مبينة قدامك فيش عندك اشي ناقص يعني بلشت طلعت القيم بالمجهيل بالمثلث وطلعت كل الاضلاع هيخلص من اول خطوة كتبت الساين والكوساين والتانعة صورة كسر ريحت حالك من حفظ القانون هسه بضل عليك انك تطبق عليه مش اكثر حكينا انه الساين والكوساين دايما الوطر بكون فيهم تحت بالمقام هاي خلصنا من تاني شغلة او تالت او رابع شغلة ضال شو الساين دايما عندها المقابل مقابل هون خمسة فيش داعي ارجع ادور وين المقابل للا او انا محددهم من اول مريح حالي بالحل خلص فيش داعي اني اتشتت ماشي على نمط معين ما بيشتتني بالمرة اما لما اترك كل اشي فاضي ما احدد باجي اكتب القوانين ايه وين مقابلها طب انا بدي افكر هسه وين المقابل لا ايه ولا افكر كيف دي اعوض بالقانون فرتب خطواتك امورك بتصير لوز وبس انكمل الكوساين مجاور وين المجاور هايو 12 التان مقابل عمجاور خمسة ع 12 خلص السؤال بس بس هاي هي الفكرة نشوف كمان فكرة هذا كيف بدنا نطلع طبعا قبل شوي حكينا كيف بدنا نطلع الساين والكوساين والتان لزاوية هون هسه لو كان معطيني الساين والكوساين والتان قيمتهم معروفة انا بعرف شو قيمتهم وطلب مني اني اعرف شو هي الزاوية اللي ساينها وكوساينها وتانها هالجد بدي استخدم اشي اسمه المعكوس للنسبة المثلثية شو اسمه المعكوس المعكوس الهدف منه ايجاد قيمة الزاوية لما بدك تعرف شو يعني زاوية في عندك زاوية مجهولة بتستخدم معكوس كيف بدي استخدمه وكيف بكون شكله بكون شكله زي الساين وزي الكوساين وزي التان بس الاختلاف وين انه عليه اشارة القس سالب واحد اللي هي بتعني المعكوس او الانفرس بالانجليزي طيب فعندي هون ساين الاي بتساوي 4 على 9 كيف بدي اعبر عن قيمة اي بحكي اي تساوي ساين انفرس او معكوس الساين لل4 على 9 فانا لما اطلع الساين انفرس لل4 على 9 بتطلع معي مين قيمة اي فهسا بدنا نحسبها ساين انفرس لل4 على 9 شو بنعمل نعمل زي هيك ومنفتحها الال الحاسب لانه لازم نستخدم الال الحاسب ساين انفرس هيو دقيقة نصفر لشو اسمها هاي كلها هاي ساين انفرس طبعا انا كبست على ساين انفرس فانطلع ليها ايش ارك ساين عادي مافي مشكلة بس ايش الفكرة ساين انفرس طبعا من الال الحاسب الال الحاسب بتختلف يعني ممكن تكبس ساين انفرس خلص تطلع لك على طول ساين انفرس ساين انفرس لايش للاربعة على تسعة بسكر القوس طلعت الزاوية 26.387 هو شو بحكيلي لأقرب منزل عشرية واحدة شو طلعت معي 26.38 يعني 26.4 فبكتب 26.4 هاي قيمة ايه هون بدي اطلع قيمة الزاوية ايه فبحكي ايه تساوي كوساين انفرس لمين للاربع وستين بالمية فعلى طول بروح على الآلة الحاسبة بحكي كوساين انفرس للاربع وستين بالمية طلعت كم خمسين فاصل اثنين فالزاوية اذا خمسين فاصل اثنين طب نتأكد نتأكد ونعمل زي هاي لو حكيت كوساين الزاوية خمسين فاصل اثنين تطلع تقريبا اربع وستين بالمية اذا حلنا صح نشوف كمان فكرة التان بدي اطلع قيمة الزاوية ايه بحكي ايه تساوي تان انفرس لمين للسبعمية وسبعة بالالف بروح على الآلة الحاسبة اه شناش القرام هينشي القرام بروح على الآلة الحاسبة بحط تان انفرس لمين للسبعمية وسبعة عفونا هاي سبعة صفر سبعة وسكرنا القوس الزاوية كم خمسة وثلاثين فاصل اثنين ستة يعني خمسة وثلاثين فاصل ثلاثة هذا بالنسبة لموضوع الانفرس او المعكوس للنسبة المثلاتية هلا بدنا نحكي عن فكرة العلاقة بين الجيب وجيب التمام يعني العلاقة بين الساين والكوساين العلاقة اللي بتربطهم هي متطابقة متطابقة اسمها متطابقة ومنسميها بمتطابقة فيتورس اللي هي ساين اي زاوية تربيع زائد كوساين اي زاوية تربيع بساوي واحد طبعا ساين التربيع هون للساين مش للزاوية يعني هاي بقدر اكتبها عالشكل هات ساين ال ا الكل تربيع زائد كوساين ال ا الكل تربيع بساوي واحد يعني فلنفرد فلنفرد طلع عندك كوساين الزاوية تربيع بساوي مص كم بده يطلع ساين الزاوية تربيع برضو نص زيها وهكذا بس خلينا نحكي بالتفصيل بكون افضل عندي هذا السؤال بحكيلي في المثلث المجاور معطيك قيمة الكوساين وطالب قيمة الساين دائما 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 معطيك ساين وطلب منك كوساين استخدم متطابقة فيتورس معطيك الكوساين طلب ساين استخدم متطابقة فيتورس على وطول بطلب معك الجواب فالمتطابقة هي ساين تربيع للاي زائد كوساين تربيع للاي بتساوي واحد فأنا باجي بعوض ساين تربيع للاي زائد كوساين تربيع للاي معطيني كوساين للاي أربعة خمسة فتربيعها أربعة خمسة تربيع بساوي واحد ساين تربيع للاي sing تربيع للاي زائد ساين تربيع للاي زائد كوساين Yu يعني ساين تربيع للإيه واحد على واحد ضرب خمسة وعشرين ضرب خمسة وعشرين يعني خمسة وعشرين ناقص ستاش على خمسة وعشرين خمسة وعشرين ناقص ستاش ستاش 14 14 20 20 22 23 24 25 9 عمل بتصير 9 علىين 25 بيجي الطالب بيكون عنده سؤال ضع دائرة عنده خيار اي وخيار بي مثلا بالخيار اي محطوط عنده تسعة على خمسة وعشرين بالخيار بي محطوط عنده تلاتة على خمسة ابو الحبايب شو بختار بختار ايه وبهي اللحظة بنحكي له انت جبت العيد يعطيك العافية لا الجواب بي ليش التربيع لقيمة الساين بتساوي تسعة على خمسة وعشرين فانا بدي اخد لها الجذر التربيعي فساين الاي بتساوي تلاتة على خمسة فالخيار الصح هو البي هذا بالنسبة لهي الفكرة شوف كمان فكرة موضوع الساين والكوساين لزاويتين متتمتين شايف هاي اللهم صلي عن النبي شو بسموها شايف هالمتطابقات كلها هاي المتطابقات كلها انت مش مش داعي انك تحفظها بصل فانت بدك تطلع عالتالي بدك تطلع ايش عالتالي مثلا عندك الزاوية تلاتين وعندك كمان زاوية متممة لها يعني الزاوية اللي بجمعها معها بطلع مجموعهم تسعين شو هاي الزاوية الزاوية ستين فهدول الزاويتين مع بعض مجموعهم تسعين فبسميهم متتامتان طبعا موضوع الثلاثين والستين والخمسة واربعين هاي زاوية خاصة بنسميها ورح نعرف ساينها وكوساينها وتانها بشكل خاص لحال لانه هدول رح يمروا معنا بكتير شغلات فلازم تكون دايما حاضرة بأذهان نهاي النسب المتلثية لهدول الزاوية فابدي احكي لك على سبيل المثال ساين الثلاثين لأ معروفة رح تصير بالنسبة لك دايما انه هي قيمتها نص بنفس الوقت كوساين الستين اللي هي متممتها برضو بتساوي نص فساين الزاوية بساوي كوساين الزاوية المتممة إلها طيب هذا بالنسبة للساين والكوساين للثلاثين والستين لو جيت غيرت اللون وحكيت لك خليها الساين ساين الستين معروف عنه قيمته جذر الثلاثين على اثنين شو بتتوقع تكون قيمة كوساين الثلاثين اللي هي المتمنة للستين شو بتتوقع رح تكون نفس قيمة الساين للستين جذر الثلاثين على اثنين بناء على هذا الحكيم نستنتج إنه ساين كل زاوية بساوي كوساين الزاوية المتممة إلها اللي مجموحها معها بيكون تسعين درجة ومن هذا الكلام اطلعنا لهي المتطابقات يعني ساين الا هو نفسه كوساين التسعين ناقص ا اللي هي البي المتممة إلها فبهي الحالة بتكون ا زائد بي مجموعهم تسعين مجموعهم إيش تسعين بس هاي هي فكرة هذا الموضوع نطبق عليه حل بحكي لهم إذا كان ساين السبعين بساوي صفر بوينت تسعة تلات تسعة سبعة أو تسعة تلاف وتلاتمية سبعة تسعين بالعشر تالف فأجد كوساين العشرين و ساين العشرين هاي إضافي طيب نبدأ بكوساين العشرين العشرين والسبعين شو العلاقة بينهم العشرين والسبعين مجموعهم تسعين يعني إيش متتأمتين يعني ساين كل زاوية بيطلع هو كوساين الزاوية الأخرى فساين السبعين بيساوي كوساين العشرين يعني شو بيساوي؟ رح يساوي العدد اللي معطني اياه بالسؤال طب حتحكي لي أستاذ أنا حسبت كوساين العشرين كيف بدي أحسب الساين؟ وأنا معيش كوساين السبعين عشان أحكي كوساين السبعين بيساوي ساين العشرين تتذكر متطابقة فيثاغورس؟ نتذكرها فبكل بساطة بحكي أنا معي كوساين العشرين فبحكي ساين تربيع العشرين زائد كوساين تربيع العشرين بيساوي واحد طيب كوساين تربيع العشرين اللي هي تسعة تلات تسعة سبعة تربيع بتساوي واحد طبعا هاي بتركها مجهولة طبعا سؤال من هذا النوع أنا بكون مضطر إني أستخدم الأقل الحاسبة فبتستخدم الأقل الحاسبة وبتطلع جواب التربيع هون تطرحه من واحد تطلع مع قيمة الساين تربيع للعشرين وبتاخد جدرها بتطلع ساين العشرين بس يعني فكرة إضافية حبينا نحكي فيها مثلا هون مثلا عندي هذا السؤال بدنا نعمل عليه حركة سريعة يعني ما راح نجابه بشكل دقيق بالأرقام لا بس ننمر عليه بحركة سريعة ساين الثلاثة واربعين على طول هاي طالب منك إيش باستعمال الأقل الحاسبة فبتروح على الأقل الحاسبة شو بتعمل آه فاتح القلم أوكي مطفي القلم بتروح على الأقل الحاسبة بتحكي ساين الثلاثة واربعين طلع هذا جوابها 68% نفس المبدأ لأنه التسعين من الزوايا المشهورة برضو ساين التسعين واحد هاي برضو خليها بباناك نشوف كمان كوساين الثمانين مش كتير مشهورة كوساين الثاني عشرين كوساين التسعين شوف كوساين التسعين هاي صفرنا الشاشة كوساين التسعين طلعت معي صفر فساين التسعين واحد كوساين التسعين صفر هدول خليهم ببالك كتبهم عجنب تحتاجهم تاني العشرين تاني الخمسة واربعين برضو هاي زاوية مهمة التاني للخمسة واربعين زاوية خاصة فبحكي تان الخمس واربعين واحد فكر فيها ليش ساين الخمس واربعين وكوساين الخمس واربعين هم عبارة عن قيمتين لزاويتين متممتين لبعض لنبتسأل حالك ساين الخمس واربعين كم واحد عجدل اثنين هرح نحكي فيها كوساين الخمس واربعين برضو واحد عجدل اثنين ساينها وكوساينها متساويات لانه الخمس واربعين والخمس واربعين متممات لبعض فبالتالي لما اقسم الساين على الكوساين عشان اطلع التان رح يطلع معي واحد برضو هاي الشغلات رح نحكي فيها بالتفصيل طيب شوفي كمان شغلات مهمة على سبيل المثال عندي هاي طلب مني احسب سبعة على كوساين الستين هلأ كوساين الستين رح نحكي فيها برضو قيمتها نص فسبعة على نص تعم تقسم بسط على مقام فالقسمة بحولها لضرب صير سبعة ضرب مقلوب المقام اللي هي اثنين على واحد فرح تساوي اربطاش برضو هاي فكرة حلوة نعرفها وهيك برضو بنقدر نحكي انه خلص درسنا اليوم الدرس السهل الدرس ايش الدرس السهل والخفيف واللطيف هو ثلاثة ارباعه كان قاله حاسبة اللهم صلي عندي بس بهمني اكتر اشي فيه زاوية او متطابق في تاورس هاي اول فكرة بتهمني تاني فكرة بتهمني اللي هي فكرة الزوايا المتممة لبعض انه ساين الزاوية الستين هو نفسه كوساين التلاتين والعكس صحيح بخصوص الزوايا اللي مجمعهم تسعين الفكرة الثالثة اللي هي كانت اول فكرة بالدرس اللي هي كيف ادي اطلع الساين والكوساين والتان حكينا لازم ارتب افكاري قبل ما احل السؤال لازم احدد وين المقابل وين المجاور وين الوتر اذا كان في عندي ضلع مجهول اطلعه بعدين ابلش احسب مش ابلش احسب بالساين والكوساين والتان وانا لسه اصلا ما جهزت الرسمة جاهز رسمتك بعدين بلش طلع النسب المثلاتية ويعطيكم العافية سلام عليكم اشتركوا في القناة